اهلا وسهلا بكل متابعين قناة اقرأ واهلا وسهلا بكل متابعين برنامج كمان مطبخك مع الشفشادي كل يوم بنفس الوقت عم نشوف كمان وعم نحضر من الوصفات اللي حلوة كتير وعم ندونها كمان قدامنا بطريقة كمان حلوة وبتمنى انكم تجيبوا دفتر يلي مكتوب عليه مطبخك جيبوا الدفتر يلي مرقم بالاحرف يعني لايكوا شو حلو بلش ا الوصفات بيبلشوا بحرف ال ا ب وصفات بيبلشوا بحرف ال ا هيك بتلاقون كمان ضغري بسرعة مثل الكتب كمان يلي نحنا بنعملها كتب للطبخ او المجلات هيك كمان بسرعة فيكم تلاقوا كمان الوصفة كما انه فيكم تلاقوا كل وصفاتنا على صفحة فيسبوك مطبخك وكمان هلا عم نشوف انه في عنا كمان تحديات بين المشاهدين تيربحوا هدايا مقدمة من سامسونج ان كان هالتليفزيون اللي قدامنا هالسامسونج كمان الحلو هلا بعد شوية صغيرة اكيد راح نشوفوا هالسامسونج وينو هون كمان عم يطلع كمان ها شفتوا السامسونج وين برابو لكن كمان هدا واحد اتنين عنا كمان جلية كمان سامسونج ناخد كمان فكرة عنا سريعة على الجلية بتعقد بتجنينا عم نجلي فيها نحنا كل كمان لصحون تبعولنا والتناجر وهيك والاجمل وحبيب القلب هو هالمايكروويف يلي بيطوش بعقد يلي مش يلي يمكن اول مايكروويف بيقلي بيطوش بعقد اما البراد اللي عم نحكي عنه دايما وشايفين حالنا فيه هيدا البراد يلي بعقد ويلي بيجنن ومنكتر كتير حكي يا شاف شادي وسامسونج وبعرف شو بدي واحد منكن يجرب هيدا البراد ويشوف قديش نافع للعصائر لكل انواع المشروبات الغازية ولكمان اللحمات والدواجن شوفوا كمان شو حلو اول شي فينا نفتح كمان درفي واحدة منه بها الطريقة عنا هون كمان عمول من الميتال مش من البلاستيك ميتال كولينك عنا كمان هالبروداكت كلهم بيكونوا موجودين على متناول اليد اما الاشياء اللي ممكن تنتزع اذا اختلفت الحرارة بين الداخل والخارج بيكونوا موجودين شوه ما بتتغير عليهم الحرارة تفرجوا ليكو كيف هيدا هون هالطبقة التانية من هالبراد بيعقد بيجنن كما انه فينا نفتح البراد دغري بها الطريقة ونفتحه دغري وبندخل من جي بغرادنا من جوا يعني في عنا فتحتين الفتحة الاولى من فوق بنفتح كل البراد الفتحة التانية من تحت بنفتح بس الكيس الاول واو اول كن راح يطلع من نصيبة ابعرف يلا ان شاء الله يكون كمان شانس نحور بهذا الموضوع من بعد السامسونج خلينا هون نشرح شوية صغيرة شي بدنا نعمل اليوم اوكي سلطة كوسة وبتنجين مقدمة هيدا الوصفة من اول قطفة يا سلام يا شاف شادي بنتقل لهون عندي كمان الفقيه اليوم او فقيه مقدم لنا اليوم من صدور لجيز شربة بتطوش بتعقد من البرغل الاحمر او البرغل الاسمر وفينا محل البرغل نستعمل اي نوع من الحبوب يلي بدنا وفينا نستعمل كمان نوع من الحبوب بلشنا نتعرف عليه كتير اكتر واكتر ويدخل بكتير مما طابخنا هو الكينوة سمعين بالكينوة الكينوة اتعرفوا عليها اكتر واكتر اذا بدكن فيكون تحضروا كمان مطبخك في اعادات على اليوتيوب تشوفوا كمان الشاف شادي مطبخك كينوة كيف بنعمل كينوة او نقرأ عنا بالجوجل اوكي ولا قطية من هيك صحية بامتيازه فيها كمية عالية من البروتيينات اوكي عنا كمان بازلة اول قطفة اليوم بتشترك معنا رحيشترك معنا كمان الاخ العزيز بيكولا بيكولا رحيشتركه معنا اليوم بتحضير عصائر شمام عصير الشمام بالكولا يعني عصير الشمام بيكولا قديش بوضو يطلع طيب هلا بتقولوا ليش الشاف شادي عم يختريع لا انا عملت عصير الشمام بعصائر الربيع ولا اطيب من هيك بس جربت عصير الشمام مع السكر والتالج مع البيكولا دقته مش انه عجبتني اكتر اتنياتهم طيبين بس حبيت وصلكم الفكرة من بعد التجربة قديش ممكن نعمل عصائر من البيكولا جربوها وردوا على اي خبر اما بالنسبة للوصفة اللي كلكم بتحبوها كتير بتحبوها هي مهلبية الرز الناعم مع الفراولة مع الفراز مع الستروبري قديش ممكن كمان تكون مع الفراز لانو قالوا لي قولها بالفرنساوي رجع فعم قلوه ليها بالفرنساوي هي بالايطالة فراغولا اوكي يعني هالمهلبية الحلوة فينا نعملها بكتير من الفواكه اللي عنا اياها خليكم معي نركز شوية صغيري هون تنركب كمان مواد المهلبية نحطها على النار ونرجع كمان لا كيف نرجع ولعنا النار هون يا شاف شادي شو بيك صارت صخنة طنجرة خلينا نكفي هون وصفة مين الشوربة ونروح على المهلبية شادي بسرعة زيت الزيتون دايما اوكي شوي صغيري حوالي الملأتين عنا البصل المفروم وعن نذكركم عم نحضر شربة دجاج فقيه مع البرغل الاحمر والبازلة اول اطفة اول شي عنا البصل مع زيت الزيتون منروح على الكرافس الكرافس هو السيدانو هو السلري اوكي كتير كمان طيب كمان عنا الكرافس من بعد الكرافس رح حط شوي صغيري من الجزر من بعد الجزر رح ضيف سفين او صدور جيش فقيه مقطعين هيك مكعبات حلوين بيعقدوا وراح حركم مظبوط وريحة الكرافس بتعقد بتجنن ريحة كمان البصل ذات الزيتون وهلأ كمان منا نطعمهم اكتر واكتر بي بهارات اسناد بالاخر شوي صغيري سبع بهارات وشوي صغيري بيني وبينكن رح حط نطفي صغيري من بهارات شورمة لجيش اسناد منذ ما حدا يعرف ما تقولوا لاحظا وشوفوا قديش بتطلع طيبة بتعقد اوكي رح ارجع هلأ لانه هون عمين اليو رح نرجع كرميل نعمل خلطة المهلبية اوكي وبنرجع لعند الشوربة شوي صغيرة وانا مدقرت للجيش بايدي يعني بعده كمان الكف عندي سليم جدا رح اجي لهون هلا بطريقة كمان حلوة رح بليش كوب واحد من الرز الناعم كوب واحد من السكر رح نحط له كمان شوي صغيري من الهيل من مي الورد اتنين كوب يعني حوالي اتنين كوب كيف يعني مكتوب هون اتنين كوب على قد يعني اقل شوي صغيري من اتنين كوب لاثنين كوب على قد يلا اتنين كوب من المي واثنين كوب من حليب الربيع يعني انا باخد هيك بعبي هاي دي بالساعة واحد كوب منعبي الكوب الاول يا شفشادي بها الطريقة كمان الحلوة يلا 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 وهون كمان كوب تاني يلا يلا بها الطريقة وبنرجع كلنا سوا على النار بنحطن هون ولازم يا مدام نضل وقفين حدا يعني احنا ما لازم نروح نعمل مشوار ونرجع ما لازم نترك المهلبية لوحدة لازم كمان بس تبلش تغلي شو منعمل منخفف النار وبتبلش تكتك يعني تكتك 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 بها الطريقة ونحنا بدنا ننتبه له ونضل نحركه وبعدين اكيد شو ما صار راح تصير معنا مهلبية بالاخر فين يضف له اي نوع من الفواكه موز بتصير مهلبية بالموز او فراولة مهلبية بالفراولة مهلبية بالكيوي مهلبية بتفاح اللي بدكن يا اوكي لكن ها على ارتاح ضميري شوي استرنا كمان هون ده الطريقة الحلوة عم نحرك كمان المهلبية صار هلأ راسي رايق صار راسي مرتاح المهلبية على النار وعننا كمان هون الشربة كمان بلشت كمان ينقلة او ينقلة كمان او تنقلة البصلة وينقلة الكرافس او تنقلة صدور الجيج متل ما بتكون والطريقة الحلوة وهلأ منروح على البروكولي شوي صغيري من البروكولي دغري هلأ شوي والباقي بالاخر واحد لما البروكولي بتنهرس بتصير مثل البوري يعني بقلب الشربة طعمتها بتختلف عن ما تكون طازة يعني ني يعني كلا بها الطريقة بتكون طعمتها بتختلف عن ما تكون مهروسة مع الشربة شو بعمل بدي الطعمتين ديما انا بشتغل بها الطريقة بخلي شوية جزر للاخر ها 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 تخلي شوية كرافس للاخر وبخلي شوية كمان البروكولي للاخر اول شي بيعطوني لون جميل جدا مزبوط وتاني شي طعمي مختلفة يلا يا شادي هون بتعقد اذا عم تعملوا وبلشنا هون يه حركوا 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 نسينا المهلبية يا سلام كمان هون هيك ويلا يا شيف راح نضيف بعد شوي من السور كريم شو هي السور كريم يا شادي هي كريمة مخفوقة مع عصير حامض يعني كريمة حامضة سور كريم طيب اذا انا يا شاف شادي ملقات السور كريم وجبت حليب الربيع بيمشي الحال بيمشي الحال اذا انا يا شاف شادي ملقات سور كريم وملقات حليب الربيع شو بعمل فينا نشتري لبني فينا نستعمل اي نوع من الجبنة ونعصر عصرة حامض بالاخر يا سلام افكار كتيرة اوكي تنقدر نحضر هل الطبخة الحلوة او هل شوربة الطيبة يلا يا شاف شادي هلأ شو بدك تزيد من انزيد نحنا عنا هون شوي صغيرة من سور كريم مخلوطين مع حليب الربيع بها الطريقة واكيد شوية صغيرة من بازيلا او البازيلا متل ما بتكون اول قطفة احط شوية حرك حرك يا شاف راح نضيف منها الابويون او المرأة مرأة الخضرة ونحطها يا شاف شادي هاك عاله النار وبعد شوية صغيرة بس تبلش تغلي وتبلش كمان لتجاجي سير مستوي منيح عنا وتصير مستوية كلها نوعا ما ماذا افعل بزيد البرغل لانه البرغل بده دقيقة انا بضيف برغل بقدم بضيف كينوه الكينوه بتاخد وقت اكتر بتضلق اربع خمسة اي فيني حط من القمح فيني حط من العدس فيني حط حمص اول قطفة فيني حط اللي بتكوني هلا قبل ما نطلع بريك انا رح اور شغلي رح بلش انا حضر حالي كرميل نعمل كمان البي كولا مع الشمام كعصير رح بلش حضر حالي كمان تنشتغل بها الخضرة المشوية من الكوسة والبتنجين المقدمين من اول قطفة واليوم اكيد رح اور شغلي مع البي كولا ومع الشمام اللي الكار هالبسكويت طيب اللي بيحبوه ولادنا ومنحبوه كمان نحنا يالي مناكلوا مع الراحة راحة والبسكوت يالي مناكلوا كمان مع الكاستر او غيره اليوم رح نشبك الولكار مع البي كولا والشمام بريك اعزائي من جديد بمطبخك مع الشاف شادي معناها 13 دقيقة تننهي فينا او تننهي فين حلقتنا لليوم وننهي كمان هالوصفات الحلوين اللي بلشنا فين على راسن انا بعدة اليوم انا كتير بحب البتنجين المشوي كتير بحب الكوسة المشوي كتير بحب البصل المشوي كتير بحب كل شي في اشيه مشوية بالعالم وبحب اكتر واكتر يا شاف شادي الاشيه المقليه يا بيشو بحب الاشيه المقليه بطاطا مقليه ارنبيت مقليه بروكولي مقليه سامبوسك وكبب مقليين بس ما فيني اكل كتير لانه بيعمل دهون بالجسم انتو بتعرفوا ايضا الموضوع من بعد وجود هلأ السامسونج هالمايكرويف الزكي يلي عم يقليلنا من دو ولا نقطة زيت رشة ملح رشة بهارات اسناد عشر دقايق سبع دقايق اتمنى دقايق حسب شو حطينا بقلبه عم يقليلنا هلأ قليلنا الكوسة وقليلنا هلأ ها البتنجينات الحلوين رح نشيلهم بهذه الطريقة طلعوا ما اجملهم طلعوا شو حلوين البتنجينات المقليين طلعوا شو حلوين البتنجينات المشويين لانه الحقيقة كأنهم مشويين طيب قبل ما نكتر حكي هلأ ازيادة عن هيدا الموضوع او نبلش كمان نكفي وصفاتنا خلونا نكتب وصفة المهلبية وصفة كمان هالصرطة الحلوة من البتنجينات والكوسة ونرجع لعند الشاف شادي بسرعة واحد اثناء طيب ما بينطروني عدلة ثلاثة يلا اوكي خلانا نكتب هلأ كمان هالوصفات قدامنا هالصرطة اللي بتعقد من البتنجينات والكوسة على طريقة سامسونج اوكي وطريقة حلوة وبعدين بترجاكن كتبوا مصبوط وصفة كمان المهلبية بالفرولة والرز الناعم اللي صارت عندي انا جاهزة يا شاف شادي وعندي كمان الشربة نوعا ما جاهزة سأجيب انا الكوسة المقلي من ورا هلا كمان نفرجيكم على الكوسة المقلي وراح تشوفوا كمان الجميل اوكي كوسة مقلي وبتنجين مقلي كوسة مقلي وبتنجين مقلي كوسة مقلي وبتنجين مقلي ايا كوسة ايا بتنجين اوكي كوسة مقلي وبتنجين مقليين بيعقدوا بيجننوا فينا نعمل منهم مساعد بتنجين فينا نحطهم حد سفين للجاج او صدور للجاج المشوية فقيه شقفة لحمة مشوية صحية بامتياز فينا نشويون بقلب كمان المايكروويف وحتى هلأ سوف نعمل اسكالوب الجيش بني كل ها ودي القصص بالمايكروويف نقليون من دون ولا نقطة زيت ولا شي بعقد بجنة اوكي بتنجين جاهز يا شاف شادي الكوزة جاهزين يا شاف شادي عندي هون الفلافتي حلوى الخضرة عندي الاخيار عندي البصل عندي دبس الرمان عندي الزيت عندي البندورة كله جاهز والمهلبية كمان جاهزة خلونا نحرك المهلبية نحط المهلبية بالكاسات حتى تبرد تنزينا بالفستق الحلبي وبالفراولة بس قبل بقلبها قبل ما اطفي عنا متل ما احكينا قبل يلا يا شاف شادي الفراولة الفراولة عن تنزل هيك بقلب هاله هالطبخة الحلوى هالمهلبية اللي بتعقد بحرك وفينا نعملها مع اي نوع من انواع الفواكه اليوم حبيت الفراولة والفراولة لونه احمر والاحمر عليه منت الحب وانا بحب كن كتير هالا قصص كله يلا اوكي طلعوا كمان شو حلوى هلا بلش يغير اللون لانه بس يتعرض الفراز يعني للحرارة ببلش يعطيني المي اللي بقلبه السائل والسائل لونه برتقالي رح يعطينا هلا يغير لي نوعا ما اوكي لون المهلبية يا سلام على الجميل يلا هون انا خلصت اللي رح اعمله رح اخد من الكاسات الحلوين واسكب هالمهلبية بقلبها طلعوا شو حلوين بجعب ايدي مهلبية الرز الناعم مع الفراولة بحطون هون يلا يا شاف شادي كمان بسرعة طلعوا كمان شو حلوى طلعوا هالمهلبية بتعقد بتجنن قالوا مقدمة اليوم هايدي فكرة عن جد الربيع فكرة الربيع مهلبية بحليب الربيع مع الرز الناعم والفراز حلوى يلا جو اخر كاسة بها الطريقة الحلوى رح نسكبها هون رح نتركهم حدنا قبل ما نزينهم هلأ بالفستق الحلبي المجروش او المبروش او المفروم مجروش يعني بيكونوا مقطع شقف شوي صغيري اما المفروم بيكون ناعم ناعم متل ما بتكون او بتزينوهم بحبيت من الفراولة بيعقدوا بيجننوا اوكي يلا على الشوربة اللي مكن معنا صار معنا الجيج او صدور الجيج فقيه بروكولي اذا ملاحظ هلأ طلعوا البروكولي بس تفرجيكم ها دايكوا البروكولي كيف تغير لونه شفتوا كيف دايكوا اللون اذا قدرنا هلأ غصنا انا رح ضلني هون ها هايدي هون بروكولي اوكي لاني هون بهذه الطريقة حلوى هايدي حلوى هايدي اللا طب اتعقد انا عندي البروكولي الاخدر وعندي البروكولي صار اللونه بني لانه عم يغلي هلأ شو بدنا نعمل مشان هيك خلاتي شوية صغيري لبعدين هلأ بدي انهي الوصفة بعد معي ثلاثة دقايق تتنهي هايدي الوصفة واحد بضيف الجزر اللي باقي عندي يلا اتنين بضيف البرغل الناعم ممكن يكون مغسل مغسلينه بس اذا في بقلبه اشي اه حجرة شغلة من هالنوع ممكن بس ما بدي يغسله يعني تحت المي لأ يعني يعني متل كأنه بحط على شوية ماي بيطلع هالقش على وجه بشيل هالقش بكب الميات وبيضل عندي هالبرغلات الحلوين راح حط حوالي النص كوب بحرك يعني هلأ هون دقيقتين وبيدي يقدم انا ايه صار عندي البرغل مع كمان هالشوربة وهلأ بسقط البروكولي يا سلام يا سلام على البروكولي الاخضر بالاخر وهيدي شوربة تقدمي من اول اطفة البازيلا اليوم وتقدمي من صدور دجاج فقية يا سلام يا سلام يا سلام حلوة كتير على كل الاحوال بتعقد راح نقدمها كمان بعد شوية صغيرة وراح تشوفوا الدي كمان جميلة جدا جدا وخاصة وخاصة بس تكون كمان الطاولة كاملة ان كان من اللحومات ان كان كمان من الدواجن وتكون الشربة بالاول وخاصة كمان على الافطار الشربة بتكون على اول الطاولة يلا يا شايف شادي لهون بسرعة هلأ انا قلت بسرعة يعني بسرعة يعني بها الطريقة خيار حلوة بنادورة اوكي بصل طلعوا شو عم بيصير هون كلنا سوا دبس الرمان اسرع من هيك ما فينا يلا دبس الرمان لايكوا لايكوا الجميل لايكوا الجميل لابع دبس الرمان بها الطريقة هون هلأ منروح كمان على زيت الزيتون يا سلام على الزيت شو ملقاتين هيك بدي حط من ملح اكيد بدي قول ملح اصناد كمان وهون كمان عنا من الفلفل كمان الابيض من اصناد وفلفل كمان الاسود بها الطريقة ملقاتين يا شايف شادي تحريكة سريعة تحريكي سريعة طلعوا طلعوا شو حلوة هالصرطة الحلوية اللي هلأ بدي اجمعها مع الكوسة المشوي ومع مين البتنجين المشوي كيف يعني بيقضوا شوية صغيرة من الكوسة من البتنجين المشوي بيقضوا شوية صغيرة من الكوسة المشوي هو مقلي بس هو مبين كأنه مشوي يلا بها الطريقة هون راح ضفلوا كمان من دبس الرمان عليون بخلوط ما راح ضفلوا شي تاني ابدا بخلوط لأنه لأنه لبس الرمان عنده الطعم الحامضة بقلبه بيعقد بجنن ويلا حتى نسكب الصلطة ونزينها بعدين بهالخضرة المقلية عام شوية او خلائنا نقول الخضرة ع طريقة سامسونج يلا يا شف شادي هون لايكم شو حلو نفس طريقة السكب انا بحبه بهالطريقة ناخد نحنا هالالوان الحلوة اللي عم نجمعها بقلب كمان صلطة وحدة وكمان الصلطات هن كتير مهمين على المائدة الرمضانية دايما وعلى الافطار ومنعرف تماما قدي الفتوش مهم كمان بمطابخنا وقديش الخضرة مهمة لصح حطنا هايدي شغلة ما ننسيها طلعوا كمان كيف عم نجي نزين هالطبق بهالطريقة وهلأ راح انتقل لهون تاخد كمان هلأ برده شوية صغيرة طلعوا شو راح يصير عندي هالبتنجان يلي راح يزين كمان المائدة فينا ناكلوا كمان لوحده من دوما يكون دبس الرمان كمان الكوسة بهالطريقة الجميلة وراح كمان تزينوهم بالبقدونس بتزينوهم كمان بالكرافس بتزينوهم كمان بالكراد اللي بتكنية صرنا هون جاهزين راح ااخدوا شوية صغيرة انا كمان من هالكرادات البلدييات الحلوين واو نزرعون بقلب هالحديقة من الخضرة حبيت الموضوع اوكي يلا يا شايف ذكرنا هون شلحنا من ايدينا الكفوف بدنا نعقمن متل العادي عنا هون جي كازانوفا دايما لازم دايما دايما يكون في عنا انواع من الصبون يلي بتعقم لنا ايدينا وكمان بتخلينا او بتخلي الجراسين يهربوا منا هاك كمان المفضل يلا يا شايف شادي ناخد هون واحد اثنان ثلاثة تطلعوا هون هاك بهالطريقة ضل عنا كمان التزيين راح ااخد انا هون حبتان من الفراولة واو عالمها البية راح كمان نجيب من الفستو الحلبي وشوي صغيرة من الفراولة واو شوفوا شو حلوين وهون الفستو الحلبي لايكم لايكم الجميل لان عندي بس اسكب انا هلأ وضل عندي اني اعمل مشروب الشمام مع البيكولا راح ننهي عندها هونيك هلأ مشروب الشمام مع البيكولا بس شوفوني كمان هون شو راح يصير طلعوا هون كمان هال هالشوربا الليكودي بها الطريقة يعني شو بدي خبركم يعني يعني البروكولي بها الطريقة كمان يعني شو بدي خبركم يعني قدمنا حلوة ويلا يا شايف شادي ومنركض على الشمام وعالبيكولا بدي كوب بدنا كوب هادا لقالي اكيد وصرنا هون واحد اثنان ثلاثة عنا شمام عنا سكر عنا تلج عنا بيكولا يا سلام هون كمان ويلا يا شايف شادي واحد اثنان ثلاثة عدوا معي اون دو تروى حلقتنا اليوم كانت كتير حلوية حلقتنا اليوم كانت كتير بتجنن حلقتنا اليوم كانت مليئة مليئة كمان بالمعلومات كمان الحلوة مليئة كمان بالافكار العزيمة مليئة بالاشيا كمان الشهية والطيبة افطار جميل افطار سعيد شو بدي يقلكن اه 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 ومائدي شهية شو رايكن لقائي بكرة معكن بحلقة كمان كتير حلوة باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة